اشتركوا في القناة وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبة في الله إنما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعض القرآن والإسلام اهتموا اهتماما غير طبيعي بالضعفاء وجاءت المذاهب والأفكار أول قيم قبل الإسلام حتى ختمة بدين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام وهي حلقات مضيئة ليس عند الله أديان وإنما دين الله واحد يأتي سيدنا إبراهيم بحلقة وسيدنا نوح من قبل أتى بحلقة نورانية وأتى سيدنا موسى بحلقة ثم سيدنا عيسى بحلقة وختمة الحلقات النورانية بسيدنا محمد عليه وعلى إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام فهذه القيم السماوية وحددها الإسلام في الاهتمام بالضعفاء من هم الضعفاء؟ اليتيم الأرملة المرأة كبير السن المريض صاحب الحاجة الفقير المسكين الغارم كل هؤلاء في حل الضعف مثلا بعض الناس ينظرون إلى مسألة اليتيم في الأول ما أن اليتيم أولا ما تعريف اليتيم اليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ يعني ولد عنده سبعة سنوات خمس سنوات تسع سنوات لم يبلغ بعد مات أبوه هذا يتيم أما اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه طب والولد أو البنت الذي يعني ماتت أمه هذا يصير لطيما وليس يتيما لطيم للأمه التي تحن والأم التي تعوض الحنان والمهم نسأل الله أن يرقق خلوب الناس على كل اليتامة سواء يتيم فقير أو يتيم غني ولذلك أنا أرى والله أعلم برأيي الضعيف في هذه الأيام الطيبة لا بد أن يكون كل جمعة وخلدي قاعدة أن يكون على مائدتك مع أبنائك يتيم أو يتيمة الله يرضى عنك اسأل عن اليتامة فين اليتامة روحات يتيم وخلدي يكون معاك سلام في المناسبات قبل يوم العيد اشتري له الجديدة من الثياب زي ما تجيب لأولادك ليس ضروري نفس السعر ولكن الشيء يعني في غلافه جديد له رائحة الجدة أو له رائحة الشيء الجديد وليس قديما يسعد كم يسعد الولد كم يسعد البنت يريد كمان اليتيم ده يقضي معك يوم العيد أو يوم في رمضان أو يوم سبحانه على غداء على عشاء يوم انت رايح في نزهة خلوية لماذا ليه ليه من مسع على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وروي في الأثر أن من إذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من الذي أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة وأفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم يعني أنا وكافر اليتيم حتى أنهم يقول وأنا ذاهب يوم الخيام إن شاء الله لأفتح باب الجنة فإذا مرأة تقع قوى حلقتها تسبقني إلى الجنة يا الله من هذه المرأة التي تسبق رسول الله رسول الله قلوا من أنت يا أمت الله تقول أنا مرأة مات زوجها وترك لها يتام فقعدت عليهم فربيتهم أحسنت تربيت الأولاد أو البنات التي تركهم الرجل لكن ليس معنا هذا أننا نحجر على الأرملة أن تتزوج أو أن تقدم لها رجل صالح أن نمنعها من هذا ولكن هذه إنسانة فضلت سبحان الله كفالة اليتيم لتكون رفيقة لرسول الله في الجنة قال فأخذ بيدها إلى الجنة الله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين أعظم يتيم في التاريخ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه وفي بطن أمه أعظم يتيم لأن اليت ماء في اللغة معناها الندرة درة يتيمة يعني درة لا مثيلة له سبحان الله فاليوت سبحان الله هذا نشان ووسام كبير على رؤوس كل اليتامة لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان يتيم أضرب لكم أمثلة من عظماء اليتامة اللي كانوا يتامة يعني صغار أبو حامل الغزالي حجة الإسلام ولد يتيمة سبحان الله يعني أبو حامل الغزالي هذا بصمة يعني في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية سبحان الله ابن الجوزي العالم الفقيه الأديب الذي لا يشق له غبار إمام أهل السنة سيدنا أحمد بن حمل كان يتيم شوف ما البصمة التي تركها الإمام أحمد الله أكبر على محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله اللي لبعض من الذين لا يساوون في سوق الرجال شيئا يتهجمون على البخاري رضي الله عنه ولو درسوا تاريخه وعلمه وتنقيحه وعبادته لنزووا سبحان الله من ضمن اليتام الذين مات أباؤهم وهم صغار الإمام الشافعي الله أكبر الإمام الشافعي وتلميذ الإمام أحمد يعني كلاهما يتيم سبحان الله يعني كان دائما ما يزور الإمام الشافعي يزور أحمد رضي الله عنه تلميذ قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له حتى أن الإمام أحمد مرض يوما فذهب الشافعي فعاد حزينا خشي أن أحمد يموت ويموت معه علم كثير فمرض الشافعي فسبحان الله بلغ أحمد أن أستاذه الشافعي قد مرض خوفا عليه فتحامل أحمد وذهب لعيادة الشافعي فلما رأى الشافعي أحمد عنده في البيت قال مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه فأتى الحبيب يزورني فبرأت من نظري إليه إيه المحبة دي إيه ليتمل إيه العظمة دي سبحان الله من الذي راع الإمام الغزالي من الذي راع ابن الجوزي من الذي رعى و وكان في في خدمة أحمد بن حنبل وفي خدمة الإمام البخاري والشافعي أمهاتهم فبحثوا عن الأمهات فبحثوا عن المرأة المرأة إذا صرحت صرحت المجتمع كله ليست المرأة نصف المجتمع هذا يضحق عليها المرأة قول المجتمع كله المجتمع المرأة التّ zam corner نصف المجتمع وتراعי النصف الآخر يعني ف شوفوا الإيمة البخاري الإمام أحمد الإمام الغزالي الإمام الشافعي ابن الجوزي كل هؤلاء العظماء أمير المؤمنين في الحديث سوفيان الثوري الله أكبر هذا التابعي الجميل العظيم لو درسنا تاريخه ودرسنا هذه الشخصيات ووضعناها قدوة وأسوة لأبنائنا وبناتنا هنيئا لهذا اليوتن هنيئا لأن أنجب هذا اليتيم سبحان الله وكان له بصمة في التاريخ صخر قريش عبد الرحمن الداخل هذا الذي نقل جزء من الحكم الأموي أو الإسلامي إلى الأندلس وظل المسلمون في الأندلس ثمانية قرون لما كانوا لله خلائف كانوا عليها أسيادا فلما أصبحوا على ثراها طوائف طردوا منها ليه؟ لأن الإنسان عندما يصل نفسه بالسماء يصل نفسه بالقيم يصل نفسه بالمبادئ سبحان الله يصير عظيما يصير سبحان الله عظيم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى يصل له مكانة عند الناس إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه تخيل في حب بالأمر وينادي جبريل في الملائكة إن ربكم يحب عبده فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض وفيه ناس تضع لها البغضاء في الأرض فأنا أريد أن أقول لا تقلق على ولدك إذا تركته لأنك كنت جنينا في رحم أمك الذي رعاك هو رب العباد سبحانه وتعالى والذي رزقك بدون جهد منك أو علم أوسع إنما هو رب العباد عز وجل اليتيم سبحان الظاهر العظيم له رب رحيم لا تقلق عليه ولكن يجب نحن أن نأخذ في اعتبارنا أن نكرم اليتيم وأن نعطف على اليتيم حتى لا تكون فجيعة فقده لولديه كبيرة إنما يرى له آباء وأمهات كثر يحتضنونه ولذلك اليتيم يجب أن يراعى والمجتمعات العظيمة والمجتمعات التي فيها الرحمة هي التي ترعى أمثال هؤلاء اليتامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خلوبنا رقيقة على الضعيف والمسكين واليتيم والأرمنة وجمعنا الله وإياكم في كل طاعة يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبنائنا زوجات صالحات لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة